السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أخواتي وأحبائي من جديد في قناة عالم المرأة العربية مشاهدة أخواتي وفي فيديو اليوم إن شاء الله سأشارك معكم وصفة رهيبة بأتم معنى الكلمة وصفة لكل واحدة تعاني من مشكلة تصبغات حادة كالكلف أو النمش أو الدسة أو تلك التصبغات الناتجة عن الإهمال أو عن حروق الشمس أو غيرها وصفة من أروع ما يكون بمكون دخيل يعتبر من أكبر أسرار مراكز التجميل مكون يخترق خلايا البشرة يزيل البقع والتصبغات مهما كانت قديمة أو صعبة ويمنع نمو شعر الوجه ويفتح لون البشرة وصفة تستحق التجربة فما عليكم فقط أخواتي المتابعة لآخر الفيديو وقبل أن نبدأ أرجو منكم فقط الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد ولا تنسوا تفعيل الجرس ولايك للفيديو إذا أعجبكم أكيد إذن أخواتي مبدئيا وبالنسبة إلى المكون الأول والأساسي في هذه الوصفة وهو الذي تشاهدونه أمامكم في صورة والذي قد يتبين لكم من خلال اللون أو الشكل أنه فول صغير مجفف أو حمص ولكن في الحقيقة هو مكون يسمى بالترمس يباع عند العطارين ومتوفر في كافة الدول العربية بإمكانكم شرائه إما مطحون أو حبوب كما التي في الصورة هذا المكون تحديدا وبالرغم أن القلة القليلة التي تعرفه إلا أنه يستخدم من أكبر الماركات والشركات العالمية المصنعة لمستحضرات التجميل ولعالمين بينها إفوشي فمثلا يستخدم الترمس كمستخلص طبيعي لتحضير واقشمس أو كريمات معالجة لخلايا البشرة مفتحة ومزيلة للتصبغات إذ أن هذا المكون له قدرة رهيبة جدا على اختراق الخلايا ترميمها وتجديدها وإزالة البقع يحارب كذلك الجذور الحرة التي تسبب ترهل في البشرة أو خطوط رفيعة ودقيقة أو علامات شيخوخة مبكرة لكن أوضح لكم فقط أخواتي أن هناك نوعين من هذا المكون هناك ترمس مر وحلو المستعمل في هذه الوصفة هو الترمس المر لأنه سيساعد على تقليل نمو الشعر على مستوى البشرة أنبهكم إلى نقطة ثانية هناك عشبة ثانية تسمى بالنرمس فحذاري أن يغالطكم العطار وحاول أن أقرب لكم الصورة أكثر حتى تتذكروا الشكل تماما فبطبيعة الحال بحكم أنه قاسي جدا مبدئيا نستعم بمطحنة كهربائية ونطحن كمية منه وأخيرا نقوم بغير بلاته جيدا إلى أن يصبح ناعم جدا بالنسبة إلى الكمية لكم واسع النظر هنا أنا سأستعمل ما يعادل بلعقة كبيرة مملؤة جيدا أما الآن فننتقل إلى المكون الثاني فسنحتاج كذلك هنا إلى الحلبة إذا تكلمنا عن الفوائد ففوائدها لا تعد ولا تحصى للبشرة تعتبر من أكثر مزيلات البوقعة والتصبغات إضافة إلى أنها تمنح البشرة تغذية كاملة مما يجعلها تبدو متوهجة وفي كامل رونقها تغذيها بالنقائس التي قد تجعل البشرة في مظهر متعب أو مرهق إذا بالنسبة إلى الحلبة هنا تبقى مكون له الأفضلية لكن لمن لا تتحمل الرائحة يمكنكم تعويضه بدقيق الحمص مبدئيا نأخذ كمية من الحلبة ونقوم بطحنها في المطحنة وأخيرا نغربيلها فبالنسبة إلى الكمية نقوم بإضافة ملعقة كبيرة معادلة لكمية الترمس أخيرا كثالث مكون في الوصفة سنحتاج كذلك هنا إلى الطين الأخضر بالنسبة لكل أنواع البشرة نستعمل الطين الأخضر هناك عدة أنواع طين أبيض أخضر وأحمر وغيرها فالطين الأخضر يعتبر من أجود أنواع الطين القابض للبشرة المحارب للتجعيد والمفتح للبشرة إذن بإمكانكم الحصول عليه من عند الهطار إما مطحون أو حجرة واضح؟ إذن بالنسبة إلى كمية الطين نفس الشيء كمية معادلة أي ملعقة كبيرة وأخيرا نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض وحتى نجمع هذه المكونات سنحتاج هنا إلى الحليب ولكن من الضروري جدا أن يكون الحليب ساخن أو على الأقل دافئ نقوم بإضافة كمية متواصلة من الحليب ونجمع في كل مرة إلى أن نتحصل على قوام كريمي مماثل للذي تشاهدونه أمامكم في الصورة أما أخواتي بالنسبة إلى طريقة الاستعمال وكالعادة أولا تنظف البشرة بماء فاتر ثم تجفف ويطبق الماسك على بشرة نظيفة تماما يطبق هذا الماسك في الأيام الأولى فقط على المناطق التي تكون غامقة أو فيها تصبغات حادة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف ساعة فقط تشطف بماء فاتر أولا ثم بماء بارد لغلق المسام وأخيرا ترطب بأي مرطب ماء الورد أو كريم مرطب لكن بعد مدة أي عندما نلاحظ بأن التصبغ بدأ يزول أو بدأ تتفاتح البشرة يمكن استعمال هذا الماسك على كامل بشرة الوجه وهو صالح لكل أنواع البشرة إذن أخوتي كانت هذه هي الوصفة والتي أرجو منكم فعلا تجربتها لأنها تستحق التجربة جد فعالة ومجردة أقول لكم كالعادة إي استفسار أكتبوه في قسم التعليقات فسأرد عليكم إن شاء الله أما إلى هنا فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر